بسم الله الرحمن الرحيم ابناء وبناتي طلبة وطالبات الصفوف الابتدائية والقسم التحضيري كجيوان وكجيطو اهلا بكم مع قناة درس رياضيات اونلاين هنتعلم مع عبدالرحمن النهاردة عملية الضرب بكل سهولة وهي ضرب العدد تسعمية تسعة وتسعين في الاعداد من واحد الى ثمانية كيف نقوم باجراء هذه العملية بترتيب الارقام وتقسمها الى مصفوفتين مصفوفة علوية ومصفوفة ثفلية المصفوفة العلوية من اليسار الى اليمين هتبدأ من الاعداد من واحد لثمانية ثم نأخذ هذه المصفوفة ونعكسها ونكتبها من واحد الى ثمانية ولكن من جهة اليمين الى جهة اليسار المصفوفة العلوية هتبقى الارقام اللي فوق فيها هي خانة الالوف في الناتج والمصفوفة السفلية هتبقى هي خانة الاحد تعالوا كده نشوف ازاي عبد الرحمن هيعمل عمليات الضرب دي بكل سهولة اول حاجة التسعمية تسعة وتسعين هنضربها في الواحد طبعا دي سهلة تسعمية تسعة وتسعين زي ما هي ما فيهاش اي مشكل عبد الرحمن عايزين نضرب بقى تسعمية تسعة وتسعين في اتنين ماشي عبد الرحمن اما نضرب التسعمية تسعة وتسعين في اتنين هنبدأ الارقام من هنا هتلي كده الرقم اللي فوق هنبدأ بدا بالواحد ايوه الواحد ده يا حبيبي هيبقى هو في خانة الالوف هتبقى هنا تمام هناخد الرقم اللي بعده عبدالرحمن اللي تحته ده على طول هتكده الرقم اللي تحته الرقم اللي تحته ده هيبقى هو في خانة الاحد يبقى النتج بتاعنا تسعمية تسعة وتسعين ضرب اتنين طلع الف وتسعمية تمانية وتسعين كده خلصنا ده. طيب عبد الرحمن. نعم. هناخد مسألة كمان. تسعمية تسعة وتسعين ضرب تلاتة. دايما يا حبيب التسعة وتسعين في الناتج هتبقى موجودة في المنتصف. لحد ايه? عمليات الضرب ما تنتهي. عبد الرحمن. نعم. نبدأ بقى المصفوفة ديت. هنجيب الرقم اللي فوق الاول. هنجيب الايه? اللي اتنين. نعم. ونحط الاتنين دي في خانة الالاف. في خانة ايه? في خانة الالاف. ناخد الرقم اللي بعده? اللي تحته على طول? نعم. نحطه في خانة الاحد اللي هو السبعة. طلع الناتج بتاعنا كام? تسعمية تسعة وتسعين ضرب تلاتة طلع? الفين تسعمية سبعة وتسعين. ناخد يا عبد الرحمن مسألة كمان. نكمل الارقم بتاعتنا بقى. وناخد مسألة جديدة. تسعمية تسعة وتسعين ضرب اربعة. هنحط التسعة وتسعين في الناتج في المنتصف. ونبحث عن خانة الالوف وخانة الايه? الاحد. عبد الرحمن الرقم اللي بعده. نجيب الرقم اللي فوق. اللي هو التلاتة. نحطه في خانة الالوف. نحطه في خانة ايه? الالوف. اهي. تمام? وناخد بقى الرقم اللي تحته? اللي تحته. ايوة. الستة نحطه في خانة الايه? الاحد. دي في خانة الاحد. يبقى تسعمية تسع وتسعين ضرب اربعة كم تساوي? تساوي ثلاثة الاف وتسعمائة وستة وتسعون. ناخد مسألة كمان مع عبد الرحمن. هنضرب يا عبد الرحمن تسعمية تسعة وتسعين في خمسة. ناخد بقى الارقام اللي بعدها. نجيب الرقم اللي فوق اللي هو الاربعة. ونحطه في خانة الالوف. نحطه في خانة ايه? الالوف. ونجيب الرقم اللي تحته فين? ايوة? الخامسة في خانة الاحد. في خانة ايه عبد الرحمن? الاحاد. اذا حصل ضرب تسعمية تسعة وتسعين في خمسة هو اربعة الاف وتسعمائة وخمسة وتسعون. ناخد مسألة كمان. عبد الرحمن ناخد مسألة كمان. طيب تسعمية تسعة وتسعين ضرب بستة. كم تساوي? هنحط التسعة وتسعين في المنتصف في الناتج. ونبحث بقى في المصفوفات الرقمية بتاعتنا عن خانة الالوف وخانة الاحد. يلا ناخد بقى الرقم اللي فوق اللي هو الخمسة ونحطه في خانة الالوف. خانة الايه? الالوف. وبعد كده نجيب الرقم اللي تحته. ونحطه في خانة الاحد اللي هو الاربعة. طلعي الناتج عندي كام? حصل ضرب تسعمية تسعة وتسعين في ستة هو خمسة الاف وتسعمائة واربعة وتسعون. لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وشيروا واشتراكوا وعرفوا اصحابكم واصدقائكم باسم هذه القناة قناة درس رياضيات اونلاين. طيب. نبدأ يا عبد الرحمن ناخد عملية ضرب كمان. تسعمية تسعة وتسعين. ماشي يا عبد الرحمن? ضرب كام? ضرب سبعة. ضرب كام? ضرب سبعة. يا الله عبد الرحمن. ناخد الارقام اللي بقية. اه من فوق. ناخد الارقام من فوق. الستة. نحطها في خانة الايه? الالوف. صح كنا? هادي خانة الالوف. نجيب الرقم اللي في المصفوفة اللي بعده. اللي هو التلاتة ونحطه في خانة الاحد. اذا حصل ضرب تسعمية تسعة وتسعين في سبعة هو ستة الاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون. مرافو عليك عبد الرحمن. نكمل عمليات الضرب تسعة الاف وتسعمية تسعة وتسعين ضرب تمانية. كام بقى? تسعمية تسعة وتسعين ضرب كام? ضرب تمانية. يلا نبدأ نجيب المصفوفات بتاعتنا. نجيب خانة الالوف الاول اللي هي في المصفوفة العلوية اللي هي السبعة. ونجيب بقى رقم من تحتها عبد الرحمن ونحطه في خانة الايه? خانة الايه? الاحد. خانة الايه? الاحد. يبقى ازا حصل ضرب تسعمية تسعة وتسعين في التمانية هو سبعة الاف وتسعمائة واثنان وتسعون. ناخد مسألة اخيرة بقى عبد الرحمن. ما عندي نشأل ايه? التمانية في المصفوفة العلوية والواحد في المصفوفة السلفية. هنضرب التسعمية تسعة وتسعين ضرب تسعة. كم تساوي? نجيب كده عبد الرحمن الرقم انهي اللي فوق الاول. ونحطه في خانة الالوف بالشكل ده. ونجيب الواحد المتبقية اللي في المصفوفة السلفلة ونحطها في خانة الايه? الاحد. ازا حصل ضرب تسعمية تسعة وتسعين في تسعة هو ثمانية الاف وتسعمائة وواحد وتسعون. عبد الرحمن سعدنا النهاردة وعملنا عمليات الضرب بكل سهولة مع عبد الرحمن شاركنا طبعا ودينا الارقام بتاعتنا اللي احنا بنحطها في خانة الالوف اللي بنحطها في خانة يا عبد الرحمن والرقم التالي اللي بنحطه في خانة الاحد وبالتالي بنقدر نوصل للناتج وحاصل الضرب بكل سهولة. ايه رأيك يا عبد الرحمن في عمالية الضرب دي? شلوة. جميلة جدا? تعلمت منها حاجة? ايه. اه وتعلمنا منها ان احنا بنعمل اركام مصفوفة ايه? فوق? ايه. ومصفوفة ايه? تحت. تحت. برافو عليه. المصفوفة اللي فوق من حطها في خانة الايه? الالوف. ايوة برافو عليك والمصفوفة اللي تحت من حطها في خانة الايه? الاحد. وبكده بنقدر نوصل لحاصل الضرب بكل ايه? سهولة. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتنا. ونعرف اصحابنا واصدقائنا باسم قناة درس رياديات اونلاين. قناتنا دعوة للعلم دعوة للمعرفة. بنتعلم كل حلقة معلومة جديدة ومعلومة مفيدة لكل ابنانا والكل بناتنا في مختلف الصفوف الابتدائية. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ومعلومة جديدة مع قناة درس رياديات اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.